أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تأتدمن قائمة الدول التي بدأت في إعداد استراتيجية للهيدروجين مشيرة إلى تشكيل لجنة تطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين كما أعلنت مصر عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأغضر وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة وأكد المركز في التقرير المعلوماتي حول الهيدروجين بعنوان رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه وفاقه المستقبلية أن الهيدروجين حاليا سوقا ضخمة مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات وأوضح التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانا مستقبليا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة